موسيقى مشاهدي الو تي في صباح الخير أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من حوار اليوم مع ضيفتنا مستشارة وزير الخارجي والمغتاربين لشؤون النازحين الدكتور علاء بطرس دكتور علاء صباح الخير وأهلا وسهلا فيك للأسف أن حلقتنا اليوم تزامنت مع الحادث المأساوي يلي صار بعكار ويلي أدى إلى بعض المعلومات مننا دقيقة ولكن الجيش اللبناني عمل على انتشال عدد من النازحين السوريين اللي كانوا عم بحاولوا أن يغادروا بحرا الأراضي اللبنانية رح نشوف نحن بعض الصور نحن وعم نحكي بس شو تعليقك كحدا متولى لهذا الموضوع بالطيار الوطني الحر ثم كمستشارة لوزير الخارجية على هذا الحادث المأساوي الوزير جبران بسرية لما بيطالب المجتمع الدولي بتسهيل العودة والتمكين الاقتصادي للنازحين السوريين في سوريا هو يكون عم يضمن لهم حقهم من أنه ما نشوف هيك مشاهد مأساوية تعرض حياتهم للخطر لأنه عنا 76% من النازحين السوريين يعيشون تحت خط الفقر و58% منهم تحت خط الفقر المتقع وإضافة إلى البطالة والديمغرافيا المرتفعة كل هذا الشيء بيخلينا بيثبت لنا أنه فيه عنا أزمة اقتصادية اجتماعية على النازحين أنفسهم وعلى لبنان أيضا وهي ده الشيء يلي منقوله من طالب فيه المجتمع الدولي إلى أنه يسعى لحل مستدام مثل ما عم بيطالب لبنان بعودتهم الأمنة لسوريا غير ذلك سنبقى المشاهد مثل ما شاهدنا بالشتاء عملية تهريب عن طريق الحدود لنازحين عم يدخلوا بشكل غير شرعي على البلد مثل ما صارت قصة الصويري بالبقع ويلي ميتوا فيها من ذكر يلي هيني نساء وأطفال فضلا عن أنه الحادثة مبارح بعكار هي بدأنا وصل خطر على أن أوروبا ليست آمنة وعلى أوروبا أن تنظر بشكل إيجابي لعمليات عودة النازحين وتسهلة اليوم ما بتخشوا أنه ترجع حملة يعني اللي تستخدم شعار الإنسانية أنه ترجع الطل براسة من بعد يعني بيستغلوا هيكي أحداث ليرجعوا يحرفوا الموضوع باتجاه معين أبدا استجاد نحن لما عم نفكر هو بالحل المستدام لأزمة النازحين السوريين خاصة إذا منتطلع أن حقوق الإنسان بتوقف يعني إذا منتطلع على المعاهد الأوروبية لحقوق الإنسان بالفقرة الثانية بالمادة الثامنة فيه نص واضح بيقول فيه أنه كل شي بيتعرض للأمن القومي للسلام العامي للمصالح الاقتصادية العليا لحماية النظام ولا تلافي طلاب تفاقم الجريمة كل شخص بيكون موجود بأي دولة من الدول الأوروبية ويبيتعرض لهيدا المرتكزات الأساسية لأمن الدول هيدا الشخص يرحل فورا كيف إذا كان لبنان عنده 46.3% من النازحين السوريين ارتكبوا جرائم نوعية وخطيرة مصنفة إرهابية فضلا عن وجود 16 ألف مرتكب جريمة وأغلب الجرائم هني يعني تخل بالأخلاق والأداب العامي وأمنة القومي وبالتالي هيدا الموضوع نحنا ننظر له بشكل سيادة ولكن أيضا مرتبط بحق الإنسان للنازح السوري إنه ما يتبهدل ويعيش بشكل مخل القرامي خاصة إنه استجاد عنا 10.000 طفل تم خطفن بأوروبا تحت عنوان الإتجار بالبشر فضلا عن عمليات الإتجار بالبشر يلي بتصيرها على الحدود يعني نحنا مثل ما بيقولوا الدراسات يعني والأمريكان بأرولنا إنه يجب أن ننزل يعني ننزل على الأرض ونشم الشارع من خلال أنه ننزل على الأرض نحنا منكتشف الحقيقة نحنا لما مننزل ومنسمع النازحين السوريين يلي بيخبرونا أنه هني دخلوا خلصي على البلاد ودخلوا عن طريق التهريب بخبرونا أنه المهربين بينزعوا أطفال من أحضان إما هاتهم ويبعوها نحنا هون لما عم ننزل لهيدا الموضوع تنحمي شعب السوري من عملية انتهاك لكرامته وهيدا الشي مخالف لمعاهدة أساسية هي معاهدة حق الإنسان يلي هي مناهدة التعذيب وأي أمر مخلب الكرامة الإنسانية وبالتالي نحنا عم ندافع عن حقه الإنساني وهويته وحريته لأنه لما نشوف مسألة اللاجئين الفلسطينيين اليوم بوين أصبحت من الانحطات لكرامته ولهويته ولحقوقه الأساسية مش مقبول نقبل بقى اليوم أن يكون عندنا هيدا الكم من النازحين السوريين وعيشوا بهيدا الشكل المهين للكرامة الإنسانية وبالتالي نحنا مش بس عم ندافع عن السيادة الوطنية نحنا عم ندافع عن حقهم الإنساني بأنه يرجعوا على أرضهم وعيشوا بكرامة وإلا كل الدول أمنة مهدد واستقرارها لن يطول قبل أن نتابع حديثنا نحن ويكيخان نستمع لبعض التعليقات من المواطنين وأشخاص كانوا موجودين من مكاننا وقوع الحدثة مشاهدينا نستمع لهذه التعليقات ونرجع نتابع مع الدكتور علابو تروس من المخيم نهر البارد صياد سمك وببيع سمكات عند المختار حافظة أنا وضاير الصباح على شغل ومتصدفت لنشغر الآن على ظاهره 25 واحد من الأطفال من المرأة كبيرة عمره 78 سنة ونسوان وبنات وولاد فين شعشر تاشر طفل أما قالوا اللي باتي ولد نزلت للبحر اللي معي تحت الزورة وقالت الزورة طابب طبعا أما طلع ولد ونعلم فيه غير ألا تجاعد ولا فيه فلوكي قابلي نلاقي شعشر واحد بعوامي صغيري شعطت الزورة وجيت ودقيت للمخابرات كم تلاحظاً؟ أنا جبت خمسة وعشرين واحد طيبين؟ طيبين ولقيت واحد ميت بقلب الزورة أه ميت واحد؟ قيت بلد طفل عمره 45 سنين لأنه الزورة كان طابب وهو بقلب الأوضة جوه كان تحت السالم بقول الله لا بعت في حدا بالبحر لا ولا واحد فيه بالبحر جيت على المسمكات الساعة ستة ستة ونص بتفاجأ فيه تجمعات ومتجمعات وحكي قال لأ أحمد بيبقى عندي سلام تعطى الزلمة وطولي لقى المركب أوليب وفيه أوليب جيب منه خمسة وعشرين واحد جيب واحد من قلب الزورة نزل غطي صحبه صغير الطفل ميت واتجه وإجا له قال لأ في زورة تانا جيب يمكن أربطاش يعني هني ديش كل لن يعربين واحد كل لن سوريين كل لن سوريين كل لن سوريين 20 مرتبات 27 وثيرين مرتبات هو خمسة عشرين 26 وثيرين هو 12 لکام طيب نعرف مين هو صاحب اللي عم ياخذ أدوه لا ما نعرف المركب موجود بالمرفقان جيبوا الجياب بس سلأ لا ما نعرف من صحبه كوم حدا كان كوم حدا كان مات بقلب الزورة كوم حدا كان الزورة هني بعلون الشي 37 و35 ميت طفل واحد والبيئي كل النجا ويجى الجيش بسطل المركب وروع بيت وما اشتغل تعطل والجيش اجي اخذنا اني قلم بسال صحية واني بك انا قلوهم بالاسعفات نا قلوهم بالاسعفات شفنا واحد عمي أشك رحنا عليه طلعنا قال لي في عالم غرآن زورة قال لي غرآن زورة وفي عالم بالبحر عالفين نصوان وولاد صغار نصوان وولاد صغار رحنا لعندو ورحنا لقينا زورة صغير في ثلاث أطفال ومرأة وشباب بجنب انه ماسكين فيه طلعنا هنو دقنا للجيش ايه اجا اخذنا احنا جبنان على البورو اجت زورة ورامنا قالونا في ولد مخبوض انا حكا حكا اصطر انا حكا قالونا في ولد شب ازلت على قلبه جبتوا لينتوا بقلب الزورة الزورة طاب بطاب كان طيب ولا ميم فكته من ايده وجبته كان ميم عمره شي اربع خمس سنين كان ميم كان طالس الولاد في الساعة واحد يحتاج اني بولوا واحد في الساعة بول حتاج نحنا لإنان الساعة سبعة الصبح لإنان لإنان على السبعة كلية وشابهم لعدنا سبع أولاد احنا وهو مع تلسة أولاد أولاد وكانات أولاد صغير ما معروف لحد يتلقى من صاحبه ولكن الجيش جاي بالزورة احنا مربوض بالمرتر هو اني ممكن يعرفها التفاصيلها هيدا اول حدثة بتصيرها هيدا للسوريين ايه اول حدثة نشكر زميلنا خضر سعيد اللي أجه المقابلات وأسلنا ياهون بس قبل ما نتابع حديثنا منشير إلى أن إيات الجيش مديري التوجيه أصدر يتبين حول الموضوع بيقول بعدما توفرت معلومات لقيادة الجيش عن تعرض مركب بحري للغرق قبالة شاطئ الشيخ زناد عكار وعلى متنه 39 شخصا من الجنسية السورية كانوا متوجهين إلى قبرص بطريقة غير شرعية توجهت دورية من القوات البحرية على الفور إلى المكان وعملت الدورية على انتشار جثة الطفل يبلغ من العمر خمس سنوات وإنقاذ الباقين نقل منهم أربعة أشخاص إلى مستشفيات المنطقة بمساعدة الصليب الأحمر اللبناني انتهى بيانئة الجيش دكتور علاء تعليقك خلاصة قبل ما ننتقل لموضوع أخرى يعني يجب ضبط الحدود ويجب مكافحة التهريب لأنه هذا عملية معروفة بعملية جريمة منظمة عبر الحدود الوطنية خاصة أنه هن بيدخلوا للبنان بشكل غير شرعي وبدون يغادروا لبنان بشكل غير شرعي هذا الشيء بيأكد على أنه أمن واستقرار لبنان يعني لم يتوافر بذل وجود هذا الكم الهائل من النازحين السوريين اللي نحن منطالب بعودتهم حتى تكون أوروبا آمنة والدول والدول مستقرة لذلك يعني هذا الموضوع بدئنا أقص الخطر خاصة عقب مغادرة فخامة رئيس الجمهورية العمد مشالعون إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الأمم المتحدة وطبعا مشاركة وزير الخارجية فيه إذا بس يعني منصور هذه المشاهد ومنعرضها على الدول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية هون يعني بصير فيه نوع من تخوف أكبر على أنه الأمن العالمي والسلام العالمي ليس بمأمن هون بحب شير لمسألة كثير أساسية وملفتة أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما عمل إجراءات جديدة للهجرة حكي عن ثلاث نقاط أساسية وبيقول فيها استذجاد أنه الدولة بدون حدود يعني حامية لها هي ليست بأمة يعني الدولة ليست بمأمن ونحنا يعني حدودنا من أمن بالشكل المطلوب إلى أنه من كم شهر صار فيه اجتماع بين قائد الجيش العماد جوزيف عون مع السفيرة الأمريكية وسفراء آخرين يعني بهم كانوا عندهم دور بعملية ضبط الحدود وإجراء المراقبة بالمساعدة اللوجستية اللي كانوا عم بقدموها للجيش اللبناني خاصة أنه فيه مهاربين ينشطوا على جانبي الحدود وهو دي يجب مكفحتون وشفنا قصة صويرة بالشتاء كما أنه النقطة التانية اللي بأكد عليها الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دولة بدون قوانين ليست بدولة أو ليست بأمة هون نحنا منروح على الأرار اللي أصدره وزير العمل سنة 2014 وبأكد فيه هو أرار رقم 29 على واحد حول الأعمال والمهن والحرف والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط وهيدا الأرار بيتضمن يعني كل الأعمال الإدارية والمصرفية والتربوية والتأمينية على اختلاف أنواعها يلي فقط هي حصرا باللبنانيين ومن طالب البلديات يلي نحنا منتوجه لتحية لبعض البلديات يلي قامت بعملية تطبيق القانون خاصة إلا أنه حسب الدراسات يلي أصدرها مركز عيسان فارس سواء ورقة مناقشة المفوضية الأوروبية الصادرة على الاتحاد الأوروبي بالذات بتقول أنه أنشأ السوريين 66% من المؤسسات التجارية غير الرسمية غير المنظمة يعني هون النازحين السوريين عم يخدوا من قدام اللبنانيين فرص العمل وهون في دراسة تانية بتقول إلا أنه 32% من اللاجئين السوريين هون بحب شدد على أنه مسألة هون نازحين يعني لاجئين هون دمانهم من العمال السورية التقليدية يلي بناهم بحاجة لقلها ويلي مفترض أنه يشتغلوا بثلاث كتاعات تنافسية محددة لقلهم حسب القانون يلي هون البناء والزراعة والبيئة إذن عندنا 32% من اللاجئين السوريين يعملون في لبنان بشكل منتظم هون من أكد على أنه يجب تطبيق القانون ومنشير إلى أنه السوابة الأمريكية بحفظ الأمن والاستقرار للولايات المتحدة الأمريكية أنه الدولة بدون قانون ليست بأمة نقطة الثالثة الدولة يجب أن تؤمن خدمات حصرية لشعبها لمواطنيها وأي خدمات ما بتأملهم إياها لشعبها ومواطنيها أهم شيء فرص العمل والأمن هي ليست بأمة نحن هنا نسأل أنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن المعايير التي تطبيقها داخل الحدود الأمريكية لتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين الأمريكيين يجب أن تنظر إلى هذا الموضوع بشكل تماثل والمعاملة بالمثل مع ما يعانيه لبنان خاصة إلى أنه 35% من شبابنا عاطل عن العمل وإذا نرى المسح الموجود على الأراضي اللبنانية أغلبية النزحين السوريين يعيشون في المنطقة الاقتصادية للبنان اللي هي جبل لبنان فضلا على أنه كل الأعباء المترتبة على البنى التحتية من كهرباء وبيئة نحن إذا بينحكوا عن البيئة نحن رح نكشف اليوم مستند رسمي صادر يعني عن طبعا عن وزارة البيئة وعن المفاوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعن الـ كلها هيدا بتأكد على أنه حجم الأضرار البيئية الناجمة عن وجود النزحين السوريين خاصة بالمناطق الزراعية بالبقاع التي لم تعد صالحة بفعل النفايات الصلبة واستنزيف الموارد الطبيعية ونحن هون منحب نعطي أرقام 324 ألف طن سنويا حجم solid waste يعني النفايات الصلبة ما يعادل 15.7% من حجم النفايات الصلبة التي كانت تنتج بلبنان قبل الأزمة السورية أما بالنسبة على مستوى استنفاذ الموارد من مياه فهي بحدود الـ 44 إلى 70 مليون متر مكعب سنويا ما ليش فين نذكر هاي أرقام مين؟ هاي دي أرقام هاي دي أرقام فريق العمل البيئي ضمن خطة لبنان للاستجابة للأزمة وزارة البيئة مع الـ مع الـ مع المفاوضية العليا لشؤون اللاجئين يحيي كلها موجودة وهذا النص بتقدروا تنشره وبأكد على أنه حجم الأعباء يلي عم يتحملها لبنان إن كان بالونا التحتية أو بأزمة السير والنفايات الصلبة واستنفاذ الموارد الطبيعية هو كتير كبير ولذلك نحنا اليوم بحالة أزمة لذلك يجب نحن يعني أهمية أنه الحكومة أنه تبصر النور قريبا لأنه في ثلاث ملفات حيوية هي بتشكل مطالبات شعبية للحكومة إن هي تسرع بأنه بولدتها يلي هنه الملفات الثلاثة يلي عم يشتغل عليهم فخامة رئيس الجمهورية العماد مشالعون يلي هنه الاقتصاد ويلي هنه مكافحة الفساد والشفافية والبند الثالث هو النازحين السوريين وهو دي ملفات متشابكة ومنأكد هون على أنه الخطة الاقتصادية يلي وضعها الرئيس عون هي حصلة على تمويل مؤتمر سادر يلي هو كينية عن 12 مليار دولار والمفرع استجاد أنه نحن دايماً منتهجم أنه أنتو الكهرباء والبواخر نحن هون منشير على أنه الدول المنحة ومنظمات أعطت 55% من حجم الأموال المرصودة لمؤتمر سادر إلى وزارة الطاقة اللبنانية بفعل السئة بخطة الوزير جبران باسيل المعروفة بأمن الطاقة يلي وضعها سنة الألفين وعشرة ويلي هي مش بس كهرباء يعني نحن إلنا نحن مننشئ معامل على البر بالمقابلة نقدر نأمن الكهرباء من خلال استجرال الطاقة الكهربية يعني نحن عم ندفع كلفة الطاقة من البواخر فضلاً على أنه نحن هون منشير بكل تاريخ لبنان منذ نشوق الدولة من 43 لبعد ولاية الرئيس العماد أميلا حود تم نشوق سدين يلي هن اللي طاني وشبروح مع الوزير جبران باسيل من 2010 لسنة 2018 اليوم أنشأ الوزير باسيل سبع سدود على كافة الأراضي اللبنانية ما سيؤمن الماء على مدة لسنة 2030 بشكل كتير أساسي وحيوي لأمن لبنان ولحماية استقراره خاصة إلى أنه إسرائيل بالـ 2020 رح يكون عنده أزمة شح بالمياه نعم هذي النسحين نسحين كمان بيستهلكوا خمس ساعات يومياً من الطاقة الكهربائية وفي عنا 85% للأسف يتم عم يسرقوا الطاقة الكهربائية يعني بكلفة 330 مليون دولار بتتحملها وزارة الطاقة وكهرباء لبنان وبتحملها المواطن اللبناني لأنه بدي يدفع منهم 110 مليون دولار للمولدات الخاصة هلأ في بعض نقطة قبل تفضلت فيه عن موضوع يعني العبء الإضافة يلي عم يسببون النازحين السوريين هكي التقرير اللي قلت لنا منه مقطع عن أنه قصة النفايات الصلبة وإلى آخره بس كمان هكي أمور ما بتفتح باب كمان لأنه يرجع يصير فيه حملات على هذا الموضوع أنه هلأ رح يقولولك مثلاً أو رح يقولوا اللي قعدوا هذا التقرير أنه ما كان فيه سبالة ما كان فيه نفايات قبل النازحين السوريين أنه هلأ صارت كل المصايب مسؤولين عنه النازحين السوريين وإذا فلوا رح يبطل فيه نفايات لبنان هو مساحته مثل ما أزفيت بس بديشير لشغلة أنه من فترة على مؤسسة إعلامية زميل نحط تقرير عن الموضوع مرض السرطان وإلى آخره ونسبته ويعني أخذوا حديث من أحد الأطباء عم بيقولوا أنه فيه فريوس حملين السوريين وإلى آخره وصار فيه حملة طويلة عريضة ويمكن محققة أنه ما بيصير أنه هاكي ينربط الموضوع بجنسية معينة إلى آخره نحلتين هم تبعضهم لبنان مساحته محدودة 10452 كم مربع 4 مليون لبناني مقيم مقابل 14 مليون لبناني منتشر بالعالم أولا بفعل ضيق المساحة ضعف الموارد وما عندنا مدى حيوي لما بيجي عندك النازحين السوريين مليون ونص بينضافوا على العدد اللبنانيين يعني ما مجموعه 35% من تعداد الشعب السكاني صار من النازحين السوريين ما يعادل مع اللاجئين الفلسطينيين 600 بالكيلومتر مربع هذا الشيء بأكد على كثافة سكانية كتير كبيرة طبعا نحن ما عم ننكر أنه ما كان في عنا تخطيط للبنى التحتية تبعنا تكون متطورة لخمسين سنة مستقبلية يعني نحن أكيد منشعر أن البنى التحتية تبعنا بحاجة لتطوير ولكن دخول هذا لكملها اللبناني النازحين السوريين أرهق البنية التحتية اللبنانية وضاعف الضغوطات عليها لذلك نحن نعم استجاد لما بيكون في عندك نازحين سوريين يقيمون بفي مخيمات غير رسمية وغير شرعية تفتقر إلى الحد الأدنى من القرامة الإنسانية من يعني من ما هو لائق حتى الإنسان يعيش فيه يعني إذا بتشوف صور من يعني مصورة حول حجم المياه المبتزلة الموجودة إلى جوار المخيمات هيدا بتسبب أمراض ونعم لبنان ما فينا ننكر أنه في عنا أزمة لأنه هيدا الشيء لعما بتتساعد عندك الديموغرافيا بشكل كتير كبير لما هود الناس ما بيكونوا عايشين بشكل يعني سليم وياخدوا اللقاحات اللازمة هيدا الشيء كله بيسبب أمراض ونعم يراجعوا كل الأرشيف وكل الصحافة نحن ما عم يجانا لحدا بس نشأ يعني أمراض ما كنا شايفينها بالقبل وهيدا بفعل الاقتصاز السكاني الموجود لذلك نحن عم ننظر دايما للحل المستدام لا أمن واستقرار لبنان ولا أمن واستقرار النازحين السوريين إنه يرجعوا على أرضهم يعيشوا بكرامة ببيوتهم بأرضهم برزقهم وبهيدا الطريقة منقدر نحللهم مشكلتهم وما حدا يعني يحسسنا إنه هو كتير بيعتلهم النازح السوري وبيدفع عن حقوق الإنسان هاك الزبين نحن ما منصدقهم لأنه إذا منشوف التجربة الفلسطينية ما يصلي قدام عيوننا على إنه ضاع حق الشعب الفلسطيني وهن مشاردين استجاد نحن عنا 12 مخيم فلسطيني على كافة الأراضي اللبنانية إذا بتفوت بالدقة بالإحصاءات اللي عملتها الأنروة المشاكل هي بطالة مرتفعة فقر متقع ويعني نمط من الحياة يفتقر إلى القرامة الإنسانية والموضوع السوري هو كمان سيء لذلك نحن منقول أن الحل المستدام الوحيد لحفظ كرامة الشعب السوري هي أنه نأمله عودته وما نقبل أنه نعطيه مساعدة ونخليه يعيش بهذه الظروف المزرية المهينة لقرامته والحقوق على كل حال موضوع الأنروة ووقف تمويله من جانب من الجانب الأمريكي والآخر هي رح نتركه للجزء الثاني من الحلقة بس خلينا نخدم الجزء الأول اليوم رئيس عون وكمان الوزير باسيل رحين على نيويورك الجمعية العمومية للأمم المتحدة شو الرسالة برأيك اللي رح يحملوها تحديدا رئيس الجمهورية للمجتمع الدولي المجتمع الدولي فيه بند أساسي بالقانون الدولي هو مبدأ التعاون الدولي ومبدأ تقاسم المسؤوليات يعني ما فيه المجتمع الدولي يقول نحن منهني لبنان على استقباله هيدا الكمل هائقل من النازحين السوريين وبالذات الوقت ما يعمل المجتمع الدولي على حماية أمن واستقرار لبنان الهش إذا ما بيأمن عودة النازحين السوريين إلى ديارهم لذلك السنة الماضية فخامة رئيس الجمهورية العمود مشال عون كان هدفون التوطين وهيدا نحن منشوفه في عملية ترانسفير سكانة إن كان فلسطينية بالسابة أو سورية مع الأزمة السورية مش بالصدفة استرجاد عندنا خمس مليون سوري من النازحين واللاجئين في دور الجوار السوري والمجتمع الدولي لا يطالب بعودتهم إلى بلدهم الأساس يلي هي سورية وبالتالي هودة لما بيكون في عندك هيدا الكام على دول الجوار عم بشكله إرهاق اقتصادي واجتماعي وخطر على المدى الطويل ما يؤدي إلى التقسيم السكاني الذي يؤدي بدوره إلى التقسيم الجغرافي يعني نحن سايكس بيكو بالساوي سنة يعني قبل انتاء الحرب العالمية الأولى كانت على أساس جغرافي اليوم التقسيم بدو يتم على أساس هيدا الفرز السكاني وفرز السكاني طائفة وإتنى ودينة وما إلى ذلك لذلك الرئيس الجمهورية سنة الماضي كان شاهد أنه فيه عملية توطين خاصة أنه كل المبعوثين يعني السياسيين يلي كانوا يجوا يزوروه كان يقولوا أنه كان يربطوا مسألة عودة النازحين السوريين بالحل السياسي وهيدي اللي رفضة لبنان وقال أنه التوطين لن يحصل ولن يمر لأنه هيدا مسألة وجودية واضحة في الدستور الذي يحضرها وهي بتمس بالكيان اللبناني خاصة أننا على بعد سنتين من مقاوية أعلان دولة لبنان الكبير وهذا الشيء بشكل خطر عليه لذلك في خامة الرئيس اليوم مع علي وزير الخارجية مش بالسر أنه هن رحبوا بالمبادرة الروسية يلي حملت الموقف اللبناني ويلي لبنان رح يستفيد منها خاصة بعودة 890 ألف نازح من لبنان من أصل مليون وسبعمائة ألف وبالتالي لبنان رح يطلب من المجتمع الدولي إذا هو فعلا حريص على أمنه على استقراره وعلى محاربة الإرهاب على أنه أن يعمد إلى تسهيل عودة النازحين السوريين للمناطق المستقرة خاصة أن سوريا أصبح 95% من أراضيها مستقر بقية إدلب يلي هي بتشكل 3.29% من أراضي الدولة السورية ويلي تم تسوية وضعها عن طريق المفاوضات الأخيرة واعتبرت منزوعة السلاح وبالتالي سوريا على أبواب إعادة إعمار ويجب على المجتمع الدولي انطلاقا وكرر من مبدأ التعاون الدولي ومن مبدأ تقاسم المسئوليات أن يتفهم الموقف اللبناني ويساعد خاصة أنه فيه اجتماع دعية له الاتحاد الأوروبي فدريكا موجوريني بعقب اجتماعات نيويورك للبحث في مسئلة عودة النازحين وإلا أوروبا لن تبقى في مأمن وسنبقى نشاهد بنفس المشاهد يلي شفنيها بالترابلوس ولكن بشكل متضفق وكسيف إلى توصل لحدود الدول الأوروبية يلي سبق وعام نشوفها إن كان من أفريقيا يلي شفني اليوم بترابلوس هو أصلا نفس المشاهد عم تتكرر من أفريقيا يعني هيدا الشي بذكرنا بكيف سأت تروما يعني بنفس الطريقة جحيف للبرابرة هون نحن بنقول شغلة وهذا الشي يعني فكرة وزير الخارجية جبران باسيل بيقول أنه الإرهاب بس من دون ما يعني ما فينا نقارن بين النازحين السوريين لهربانين والبرابرة يعني أكيد مش هيد قصدك لا لا مش هيد قصدك لأنه في ناس تبقى على الكلمة أنا بهم لأنه نورتك لا لا أصد يقول أنه أوروبا لم تبقى بمأمن من موجات التضفق يلي تتعرض لإلى من المهاجرين غير الشرعيين ومن الإرهاب هذا اللي بيقوله يعني نحن اليوم لما الإرهابيين بيروحوا على عقر الدول الأوروبية تيعملوا عمليات إرهابية أو بيروحوا على نفس الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هؤلاء الناس عانوا من فقر وبطالة بدولهم الأصلية وحروب تفاعتهم إلى سلوك منحة متطرف المسألة الثانية اللي هن المهاجرين غير الشرعيين هن منهم إرهابيين ولكن هؤلاء الناس عم يبحثوا على فرص عمل هاودي أفواه جائعة أوروبا هي بالنسبة لقيله النموذج طيب نحن كيف بدأنا نحكي بأوروبا النموذج من هالتضفق لذلك كان مؤشر ملفت مقاله الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر لقاءه مجموعة من الشباب يلي الأفريقيين لما قال لهم أوروبا يعني فران من مصلحة فرنسا وأوروبا أن تعمل إلى دعم الاستثمار الأوروبي في قلب القارة السوداء نفسها حتى ما تتعرض أوروبا لموجاته من المهاجرين الغير الشرعيين لأنه أوروبا مش قادرة تحمل وما فيها تستوعب كل السكان أفريقيا لذلك يجب الاستثمار بأفريقيا هذه اللي منقوله أنه الدول الأوروبية يجب أن تنظر بهذا الموضوع بفكرة الوزير جبران باسيل بالتمكين الاقتصادي بتسهيل العودة بالاستثمارات بقلب هذه الدول نفسها لتطلع من دول متطرفة وبؤرة إرهاب وتشكل خطر على الأمن والاستقرار الدوليين إلى دول مستقرة ومزدهرة بتريح الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية نفسها نعم حديثنا رح نتابعه رح نفصل أكتر بسبل تطبيق المبادرة الروسية من بعد ما أعلن أسماء العضاء اللبنانيين باللجنة اللبنانية الروسية رح نحكي مثل ما قلنا عن موضوع الأنروا ولكن بعد فاصل مشاهدينا فاصل ونجعل حوار اليوم مشاهدينا أهلا وسهلا فيكم جديد بهذه الحلقة من حوار اليوم ضيفتنا مستشارة وزير الخارجية لشؤون النزحين دكتور علاء بوتروس دكتور علاء أهلا وسهلا فيك من جديد منتابع بموضوع النزحين السوريين مبارح صدر عن وزارة الخارجية بيان يحدد أسامة أعضاء اللبنانيين باللجنة اللبنانية الروسية اللي يقلع علاقة بتطبيق المبادرة الروسية يعني بالنسبة للناس بعد المبادرة الروسية يعني الشيء هيكي بعيد يعني أنه في مبادرة روسية وفي لجنة بس على الأرض مش عم بيقدروا يفهموا بعد كيف لتصير الترجمة هي اللجنة أمنية وسياسية نعم اللجنة الروسية مشكلة من وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية يلي بيترقصها عن الجانب الروسي السفير في بيروت أليكساندر زاسبيكي نعم أما عن الجانب اللبناني كمان في وزارة الدفاع يلي هي أوفدت ممثلة عنها وأعلنتهم يلي هو سهير خوري عن الجيش في مدير عام الأمن العام اللي هو عباس إبراهيم طبعا يلي هو عم يتولى عملية عودة النازحين السوريين وفي يعني مكلف من قبل وزير الخارجية ويمثل وزارة الخارجية والمغتربين اللي هو النائب السائب ومستشار وزير الخارجية للشؤون الروسية أمل أبو زيد وفي عنا مستشار رئيس الحكومة للشؤون الروسية جور الشعبين بهذا الطريقة استرجات هيدا اللجنة عندها جانب أمني وعندها جانب سياسي هدفها تزديل العقبات يلي بتعيق عودة النازحين السوريين لسوريا يعني هودا موضوع ليس مرتبط يعني القلية اللبنانية بتزليل عقبات بتعرضوها النازحين السوريين وقدر الإدارات اللبنانية تحلها مثل تزديل الزواج أو ولادات الأخرية هيدا موضوع مرتبط بالخدمة العسكرية الإلزامية بسوريا يلي عم بطعيق عودة عقدات كبيرة من الشباب مرتبط بالأنون رقم عشرة مرتبط بأنه في ناس دخلوا سنة 2011 على البلد وأطلفوا أوراقهم السبوتية وبالتالي هودا أشخاص أصبحوا بدون أوراق وبالتالي بدك يعني مثل هيدا اللجنة تقدر تحكي مع الجانب السوري وتتقدر يستحصوا على أوراق لهودا الأشخاص من مناطقهم الأصلية أو من الإدارات يلي هني بنتميولها وبالتالي كل هالمواضيع بتدرسها اللجنة وبتعالجها وهي دي لجنة ليس فقط يتيمة على المستوى اللبناني إنما في لجنة أخرى أنشأوها الروس مع دول تعنى بملف النسحين واللاجئين مثل اللجنة يلي أنشأوها مع تركيا مثل اللجنة اللي ستنشأ مع الأردن مثل اللجنة الأخرى يلي ستنشأ مع مفترض 36 دولة فيها ناس حينه لاجئين لحد هلأ الأحصاء يلي عندها يلي عملت تطابق فيه وزارة الدفاع الروسية مع مفوضية اللاجئين هي بـ 11 دولة نحن هون ليه منقون وزارة الدفاع لأن وزارة الدفاع هي عندها مركز للمصالحات بحميميم وهي بتقدر تنسق وتكون أفعل على الأرض وأنه تسرع عملية العودة وتزلل العقبات بشكل سريع إذن هذه اللجنة مثل ما قلت هي حسب مهامة وحسب نوعها هي من الوزارات المعنية دفاع وخارجية مع الأشخاص المكلفين حتى يتم تحقيق الأهداف المرسومة نعم هلأ يعني عم نحكي عن الجانب الروسي وعن الجانب الخارجي بموضوع عودة النازحين هذا الشيء بعيدنا إلى دور اللبناني بنعرف موقف رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وحكينا عنهم مطولا ولكن موقف الحكومة بعده عالق راتما تتشكل وأصلا كان عالق من عهد الحكومة السابقة في الوزراء المعنيين منهم وزير الشؤون الاجتماعية بالنسبة لموضوع الداة اللي له علاقة بالنازحين اللي عم ياخدوا مساعدات أو ما عم ياخدوا بتصور عنده مواقف كتير بتأكد أنه هو رافض أنه يسلم هذه الداة للأمن العام وللأجهز الأمنية صح؟ وأيضا عم بيقول أنه هو عم يتعاطى بطريقة إنسانية بملف النازحين على عكس الآخرين يعني هود الخطين هذه تما نسألك عن وزير الدوري لشؤون النازحين لأنه بعتقد أنه موقف وواضح واضح سلبا بالنسبة لوزير الشؤون الاجتماعية نحن دائما عم نقيم الإداء ومنقول أنه فيه انتهاك إذا بدي سميه لمبدأ أساسي يلي هو مبدأ استمرارية الحكم يلي هو كل وزير بيجي مفترض يتابع بالسياسة يلي كان مباشر فيها الوزير اللي قبله بالنسبة لقعدة البيانات سنة 2015 وزير الخارجية جبران باسيل طالب مجلس الوزراء على أن الحكومة تتصرف كدولة مع المفوضية اللاجئين يلي هي كمنظمة وطلب من مفوضية اللاجئين تسلم قاعدة البيانات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية هنا منكشف على وسيئة بتعود لسنة 2015 بمعلومات لرويترس ويلي يعني نحنا جبنا المصدر من النهار نقلا عن رويترس بيقول فيه وزير الشؤون الاجتماعية السابق رشيد درباز ويلي هو محامة ومطلع جيد على الملف أنه التعامل مع المفوضية اليوم صار يتم من دولة لمنظمة هي صارت عم ترسل نسخ من قاعدة البيانات للوزارة بعد مفوضات عملتها وزارة الخارجية هيد القاعدة البيانات منا كافية لإلنا كدولة على هيدا الأساس أسسنا البرنامج الوطني للطوارئ السكنية يلي عم تتوليه وزارة الشؤون ورح يشتغل على مسارين أول المسار المسح الشامل للسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية والتاني إعادة تقويم الحالات المسجلة لدى المفوضية عبر وضع معايير جديدة رح تعتمد الوزارة بالحالات أنه يلي هيدا الشخص بيتسجل كلاجئ وبتابعوا بيقول وزير الشؤون الاجتماعية السابق الوزارة بيصدد أعداد القوائم اللازمة بالاتفاق مع وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن العام لتزويدها أسماء السوريين يلي بيتقدموا من الأمن العام لتجديد إقاماتهم ويلي مو بتنطبق عليهم صفة لاجئ أي يلي عم بيقوموا بمخالفات أمنية وعلى هذا الأساس بتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بشطبون من استجلات ورح تطلب الوزارة من وزارة العمل تزويد أسماء السوريين الحاصلين على رخص عمل هون لما منقرأ بيين أعلمي صادر عن مكتب وزير الشؤون الاجتماعية بتقول بيقول فيه أنه هن ما بيسلموا دات المعلومات للأجهزة الأمنية إنما فقط لرئاسة الحكومة إذا طلبتها هون هيدا النص بيخالف لمبدأ استمرارية الحكم ولما أورده وزير الشؤون الاجتماعية السابق وخاصة إلى أنه هو ليس فقط مسؤول إداريا إنسانيا عن ملف النسحين هو مسؤول إداريا عن هذا الملف بالكامل ولذلك وزارة الشؤون هي كانت الرافعة لملف النزوح وتعطية مع المفوضية يلي كان وزير الشؤون الاجتماعية الحالي مقصر فيه تماما منذ بدء عملية العودة من بيت جن إلى اليوم وهون رح أقول أكتر من هيك أنه نحن مضطرين نقولها بس أنه وزير الشؤون الاجتماعية بيير أبو عاصي يخالف المادة 66 مننا الدستور المعدلة في اتفاق الطائف لعام 1990 يلي بتنص على ما يلي يتولى الوزراء إدارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كل بما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته وما خص به وبالتالي كيف يعني عم يخالف؟ أنه هو هيدا أمر أساسي من صلاحياته عم يطلب من رئاسة الحكومة أنه تطلب منه يعطي قاعدة البيانات وهي إذا منتطلع على شؤال المحامة الوزير السابق رشيد ديرباس بيقول أنه نحن بصدد إعداد كوائم تنسلمها للأمن العام فلا ما عم بيسلمها للأمن العام هيدا بيضرح تساؤلات كتير كبيرة هيدا أنه يعمل هيدا الشيء؟ بطلنا بخطة الطوارئ للاستجابة للأزمية اللي كانت موضوعة نحن بدنا اليوم بخطة العودة ورئاسة الحكومة منخرطة فيها والدليل أنه لما رئيس الحكومة بكلف مستشاره للشؤون الروسية أنه يتابع مع الجانب الروسي ويشكله جزء من ما بنسمين نحن الكار لبناء يعني لجزء اللبناني للتعاون مع الروس تعودة النزحين وبينه وزير الشؤون الاجتماعية من هاي الموضوع من هالتطورات مساء الرئيس الحكومة بعدين مفترض أنه يتم التعاون مع الأمن العام بشكل تقائي هيدا موضوع مرتبط بصلاحيته المباشرة نحن ما فينا نطلب من وزارة الحكومة من رئيس الحكومة أنه هي تقلنا مارس صلاحياتكم الوزير عليه أن يمارس صلاحياته نحن منشوف من عملية العودية اللي صارت ببيت جن وبعدها بيعرسل وزارة الشؤون الاجتماعية ما تحركت يا ليت حركت هي وزارة الخارجية ليه؟ وين هو وزير الشؤون الاجتماعية من هالملف؟ وبالتالي نعم نحن عم نوضع بين الرأي العام شو اللي قاله وزير الشؤون الاجتماعية بالسابق فيه قاعدة بيانات موجودة لدى المفوضية علي أنه تسلمها للأمن العام اللبناني فيه عملية مسح بدويتم تنعرف مين النازح الاقتصادي من النازح السياسي من النازح الأمني وفيه عملية شأن الأمن العام والوزارة الشؤون بدون ينسقوا مع بعضهم لأنه إذا هذا الشخص نازح بينعطي اسمه للأمن العام إذا بده يتنقل بحرية بين البلدين لازم يكون في ضعطة عند الأمن العام اللبناني أنه هذا نازح يمنع دخوله إلى البلد مجددا هذا الملف مبتور هذا الملف مبتور وأكيد المعيق هي وزارة الشؤون الاجتماعية نحن عم نحط بين الرأي العام مستندات ووسائق وإثباتات يجاوبونا بالوقائع حتى نقدر نحن نقول لا هن عم بيقوموا بالشغلون ونحن ما منحمل ضميرنا بس تتضل الأمور بهذا الشكل خلط رئيس الحكومة ما بيطلب ساعتها من وزير الشؤون الاجتماعية أنه يسلم هاي الداتا ما كامل رئيس الحكومة هو المعنى هو معنى أساسي يعني هذا السؤال مفترض أنه يسأل بس كامل رئيس الحكومة ساعتها مأثر لازم هو يطلب منه للوزير إذا الوزير ما عمل وجباته بالحكومة الجديدة بند العودة الآمنة هو أساسي وبالتالي وأولوية الأولويات والأمور لن تبقى كما هي عليه اليوم وبالتالي على أنه رئيس الحكومة هيدا السؤال يسأل لأله أنه هو يطالب الوزراء أنه وين صارت ملفاتهم لأنه إذا منقرن استجاد بين يعني كل دولة بالعالم بتوضع ملفات أساسية نصب أهدافها إذا منطلع بالدولة الفرنسية في عندها ملفات أساسية يلي هن الأمن والبيئة ويلي هو يعني غيرها من الملفات نحن عندنا في لبنان عندنا ثلاث ملفات أساسية والرئيس الحريري بيعتمد فيها يلي هي نفس خطاب القسم لفخامة الرئيس ونفس هدف برنامج الحكم يلي هو اقتصاد ومكافحة فساد وعودة ناسحين طب نحن ما بق فينا نضل عايشين بإدارة أزمة وتراخي ولذلك يجب على الوزراء أنه يقوموا بمسؤولياتهم ويجب على رئيس الحكومة أنه يقل لهم أنه فيه تقصير بمكان ما لأنه فيه محاسبة شعبية أنه إذا ما قمتوا بهيك ملفات الشعب عم بيطلبكم بهذا الشي وإذا ما قمتوا فيه محاسبة هلأ إذا حكينا عن الإسكان بيقولوا هم تستهدفوا الوزير فيها البعاصة بس مسائبة أنه على أيامه يعني موضوع النازحين أهمل من بعد ما كان على أيام الوزير رشيد درباس فيه شي موضوع على السكة وموضوع الإسكان وقفها لهو ما بعرف إذا هو بيتحمل مسؤولية بس أنه على أيامه صارت هذه الخبرية على سبيل النكتة يعني هلأ إذا قالنا بيقولوا هم بيستهدفوا الوزير يعني نحن على القليلة شؤون الاجتماعية على أساس تهني ساعدوا الطيار والوطن الحر بعملية العودة الآمنة إلى أنه الوزير جبران بسريل عم يشتغل وحده بأحده الملف كوزارة غرجية بينما الوزير السابق رشيد درباس كان أكثر تعاونا من الوزير الحالي غائب تماما يعني بيتحجج أنه هيدا إدارة إنسانية للملف شو إدارة إنسانية للملف؟ بس سيش مع أنه الصورة الصورة الإعلامية بمحل معين أنه أكيد حضرتك بتعرف أكثر منه أنه وزراء القوات هن وزراء الإنجازات ووزراء الطيار هن اللي عادوا ما عملوا شي ومنه الوزير الشؤون الاجتماعية أنه هو أحد وزراء القوات اللي عملين إنجازات يعني ليش عم دمروا له صورته بهذه الطريقة يعني أنا بس يقدروا يأنعوني شو الإنجازات اللي عملينه بملف النزوح ويعطوني وقاعة حتى أقتنى معهم وإرفع لهم التحية نحن هون عم نحكي علم عم نحكي وقاعة أنا هيدا الوقاعة اللي عندي غير مطمئنة وبالتالي يجب على وزير الشؤون الاجتماعية أن يتحرك بشدية وأن يعمل إلى يعني مساعدة الوزارات المعنية وإن كان وزارة الخرشية وغيرها لعملية عودة النازحين السوريين إلى سوريا غير ذلك نحن ننظر إنها عملية على الأقل إهمال وتقصير إذا ما بدي أقول أكتر وخاصة إذا بتطلع على الأرقام اللي عندنا إياها في عندنا 772 شخص تم توظيفهم سنة 2016 بوزارة التربية والوزارة التانية اللي هي بشكل أساسي ووزارة الشؤون الاجتماعية هؤلاء الموظفين شو عم يعملوا بعملية عودة النازحين السوريين هيدا كل الأسئلة مفترض على الوزير يجاوبنا فيها إذا بيجاوبنا بشكل علمي ويقنعنا نحن نقول له معك حق نحن نعتذر منك ونطلع قدام الرأي العام من قل له لا الوزير أعطانا مستندات أقنعتنا ولكن غير ذلك نحن عنا شكوك كتير كبيرة ولبل نحن نقول أنه هنا في يعني مس بسواب الدستورية أساسية نحن أكيد منتخوف من التوطين وهي دي كل الأمور بتوصلنا للتوطين يلي هو الاندماج الطويل الأمد بيظل عدم وجود سياسة جدية لعودة النازحين نعم بعد معنى خمس دقايق خلينا نخصصهم لموضوع الفلسطيني وموضوع الأنروا يعني بدأوا التطورات الأخيرة وين صرنا بقصة الأنروا يعني آخر شي وقف التمويل لأمريكي صار فيه اجتماعات اجتماع طارق لوزراء الخارجي العرب إلى آخره ما صار شي يعني التمويل البديل لم يتأمن بعد استجاد نحن هنا بدنا نطلع على شغلة عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية هي انطلقت يعني من حقوق الشعب الفلسطيني ونحن كلبنان ودول إن كانت ممانعة أو معتدلة إذا جلت التعبير حسب المصطلحات هي أكدت على مبادرة بيروت العربية للسلام يلي هي مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز سنة 2002 يلي بتنص على إنشاء دولة فلسطينية وعاصمة القدس الشرقية وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها سنة 1967 خاصة أن نحن نعرف استجاد أنه سنة 1980 أعلنت إسرائيل ضم القدس الشرقية وطلع عرارات شرعية دولية يعني مجلس الأمن وبعرارات مجلس الأمن قالوا فيها أنه يجب إسرائيل أن تنسحب من القدس الشرقية وخاصة أنه هذه القدس الشرقية تلينت تحت السيادة الأردنية اليوم يلي صار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره قارد كوشنر والمبعوث الخاص جرين بلانت بتأكد على التوتين يلي بتقول أنه في عنا خمسة مليون واربعمائة ألف لاجئ ولكن هن انطلقوا وقالوا هوا دي مش كلهم اللاجئين وعلى الأنر وشطفهم وتكتفي بالسبعمائة ألف لاجئ يلي خرج يعني يلي تم يلي لاجئ من إسرائيل يلي من منطقة يعني الجليل يلي إجولي عنا لبنان وإلى دول جوار الفلسطين يلي هن سبعمائة ألف هن بيعترفوا بس بسبعمائة ألف كلاجئ تب هو سبعمائة ألف سنة 48 اعتبر واحد عمره 20 سنة اليوم هود الناس ماتوا أحفادهم أولادهم وأحفادهم هن وين خلقوا وين ربيوا بأدول جوار الفلسطين هوا مش لاجئين هوا دي شو بدنا نعمل فيهم اندماج وطوطين إذن هون تم إسقاط حق العودة لذلك لبنان لن يقبل بانتهاك ألرات الشرعية الدولية القرار 1-9-4 صادر سنة 1948 يلي بأكد على حق العودة في أسرع وقت ممكن خاصة إلى أنه سنة 1949 تم نشوء الأنروا يلي هي وكالة غوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتأمين مساعدات أساسية طعنى بالتعليم والطبابة حتى يقدروا هود الجماعة ما نحولهم لمتطرفين وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية في السنة الماضية أخفضت من الإنفاق للتعليم والطبابة والسنة متنعت وأقفلت مكاتب منظمة التحرير بواشنطن وإسرائيل أعلنت يهودية الدولة والولايات المتحدة الأمريكية أعلنت على أن القدسية عاصمة إسرائيل وأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس هيدا الشيء بأكد على عملية التوتين فيما يعرف بصفقة القرن يلي لبنان لا يمكن أن يقبل فيها لأن مسألة وجودية مسألة تنهي الكيان اللبناني الكامل لذلك لبنان يؤكد على مبدأ مبدأ حق العودة الوارد بالقرار 1-9-4 ويؤكد على أن هيدا مسألة وجودية لن يتنازل عنها مهما كان السمن وسيبقى يطالب بهذا الحق للشعب الفلسطيني لذلك نحنا اليوم لما عم نطالب بعودة الشعب السوري إلى أرضه بكرامة من يكون التجربة الفلسطينية مسألة قدام أعيونها تما تتكرر بس يعني آخر شيء اللي صار صار بالموضوع الفلسطيني موقف لبنان ثابت بس القرار الأمريكي خلص لا عودة عنه الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة المساهمة الأكبر بعدها بيجي الاتحاد الأوروبي وبعدها بيجي المملكة العربية السعودية وأستراليا ونيوزيلاندا واليابان وألمانيا نجب حدا يعود الفرق الاتحاد الأوروبي يعني علا من سقف الانفاق طبعه بقطاعات التعليم والطبابة هون منقول أن الولايات المتحدة الأمريكية أنه مش بس هي نسفة عملية السلام القائمة على مبدأ الحقوق وحل الدولتين هي أيضا عم تخرج أجيال متطرفة في حال منعنا عنهم التعليم والطبابة ولذلك نحن كلبنان متماسكين بالحل العادل والشامل يلي هو قائم على أنه فلسطين دولة وعاصمات القصة الشرقية ولا تنازل عن ذلك مع التأكيد على الحق العودة نعم شكرا لك دكتور علا بودرس مستشارة وزير الخارجي لشؤون النزحين على حضورك إلى الأوتي شكرا لك ولمشاهدين مشاهدين هم نصل لختم هذه الحلقة من حوار اليوم نلتقي مجددا بحلقة جديدة صباح يوم غد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر